في حال حصول انتخابات جديدة وحال البرلمان قد يترتب على ذلك خارطة سياسية جديدة إذا كان الديمقراطي اليوم حصد في إقليم كردستان على مقاعد بنسب عالية قياسا بباقي الكيانات السياسية قد يحصل على نسب متدنية في حال إعادة الانتخابات ألا يؤثر هذا على الحوار بين الديمقراطي والاتحاد؟ سيدي الكريم لكل حادث حديث بعدها لحد الآن ما حصلت الانتخابات ولا قررنا ما سوف تكون منظومة التصويت كما كانت هي الدوائر المفتوحة أو المغلقة هذا حسب التصويت بيننا وبين الأخوة في المكونات الأخرى والكتل الأخرى لحد هذه اللحظة لم يحدث أي اتفاق أبدا حول هذا الموضوع وهذا موضوع خطر جدا وأنا أقول ذكرت بأن الأولوية هي حل المشكلة والأزمات فيما بين المكون الكردي حتى لا ترم الكرة كرة الاتهام على أنه نحن كمكون كردي المعطل للعملية السياسية كما حدث وتعطلت العملية السياسية لثمان أشهر والسبب كان واضح هو الخلاف الذي اشتد إلى عمقا فيما بين سمحت سيد مخدد الصدر وفيما بين سيد دولة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهذا واضح جدا لي ولكم ولسيدات السادة المشاهدين إذن ارتأينا بأنه نجلس سوية ونتفاهم وندخل إلى بغداد بحل كل مشاكلنا ونكون صوت واحد حتى لا تتأزم العملية السياسية ونكون نحن أول من يوجه له صبع الاتهام بما يتعلق بالانتخابات أنا أستبعد أن الجمهور نعم أعلق عليه بسيطا هنا أن الجمهور سوف يكون مترددا ومستاء وغاضب من أن يصوت مجددا بعد انتخابات أكتوبر التي لن يمر عليها سنة وهذا ضغط نفسي علينا وعلى الجمهور وعلى الأمم المتحدة وعلى المنظمات التي ستكون مراقبة على العملية الانتخابية بالإضافة إلى إثقال ميزانية الدولة بأموال طائلة من أجل الدخول في انتخابة جديدة إما حدث التوافق في هذه الأيام بيننا وبين الكتل أو أول مرة كمكون كردي وبعدها المكون الشيعي ثم المكون السنة أعتقد الأمر محسوم ولو هناك تنافس بسيط لكن إما حسم الأمر أعتقد أنا أستبعد حتى عملية إعادة الانتخابات في هذه المرحلة لأنها صعبة جدا في ظل الفوضى العالمية والإقليمية والحروب التي نشاهدها